اشتركوا في القناة خادع ماكر جبان ليست له اخلاق في هذه الحرب القادرة التي يقوم بها وصدق سويدية حينما كتب عنوان الكتاب الحرب القادرة التي يقوم بها ابناء فرنسا في حق الجزائريين والشعب الجزائري المسلم المهم اريد ان اعلق على الخبر الذي مفاده ان النظام اتهم اخونا مراد فك الله اسره اتهمه بانه هو من وراء عصابة هذه العصابة ستقوم بتفجير في اوروبا ربما هذه تهمة قديمة قالوا في سبعة وتعين او لا ادري لا اذكر بالضبط ولكن يعني النظام لم يقل هذا يريد ان يفجر في الجزائر وانما قال في اوروبا هذا هو الذي يضحك ولكن هذه التهمة من النظام لاخينا مراد فك الله اسره واسر جميع المأسورين اينما كانوا والمسجونين والمعتقلين وحتى الذين في في السجن يعيشون في السجن السجن الكبير هذا الذي هو هم داخل البلاد ولكن في سجن سجن كبير فقط فهذا النظام هذه التهمة من يحلل هذه التهمة يجد ان النظام يجهر بانه عامل لاوروبا يجهر بانه عامل هو يقول لهم هذا يريد ان تكون تفجيرات في اوروبا ونحن نحميكم ومخابرات الجزائر في خدمتكم واطلعت على عندها اسرار بما يخص هذه الجماعة التي تريد التفجيرات يعني نحن عملاء لكم نحن عملاء لكم فلا تتخلوا عنا هذه رسالة عن نظام وطبعا المتأمل الذي يدرك ان هذه مجرد يعني جعجع ولا طحين لها كما يقال كلنا يعلم ان المخابرات الاوروبية تنسق فيما بينها تنسيقا دقيقا والمخابرات الاوروبية لها من الامكانيات ان تتجسس على اي شخص ولو داخل غرفة نومه يعني هذا النظام المجرم عنده معلومات وعنده امكانيات لكي يعلم عن موراد ما لا تعلمه المخابرات الاوروبية لسيما المخابرات سويسرية كأن المخابرات الجزائرية هي افضل من هذه المخابرات ولو اجتمعت ولكن المشكل اننا نحن نعلم ان هذا النظام عامل بطريقة او باخرى من جملتها هذا التصريح هذا التصريح لا شك انه عامل مئة بالمئة هؤلاء اعداءك لكن على الاقل تكون عندك اخلاق هذا النظام لا ليست له اخلاق ابدا في التسعينات تصالح مع الشيوخ واتفق معهم على العمال ان يعودوا الى العمل وانتهى المشكل والامور تعود الى ما كانت او افضل مما كانت وبدأت كتائب الموت بالقتل والتشريد والتهديد وما الى ذلك وهذا النظام حينما يفعل هذا لانه ما عندوش اخلاق ابدا حتى مع من مع من كان معه لا ينصفه لكانوا معه وتكلموا عليه شوية لا ينصفهم دائما يتهمهم بوتفلي قتهموه باللي كان سرق الدراهم الخارجية واخذ كثير من الاموال وخطفها وذهب بها وكان ملف حتى في المحكمة وجاءوا به لما جاي ترشحوا جاءوا به بعد ذلك سحبوا الملف نظام ما عندوش اخلاق هكذا يتعامل مع الجميع هذا بوتفلي قال لما في مرة الاخر ترشح له بعض الجنرالات ذهبوا الى زروال وحبوا يورطوه قالوا له تعالى وترشحوا ورانا معاك هما كانوا يريدون ماذا قنين يدخلوها بما في ذلك زروال لان هذا الناس ما عندوش اخلاق يلعبون هذا بالنسبة لهم عبارة عن ماذا احجار على رقعة الشطرانج يحركونها كما يريدون ولذلك معاها اخونا مراد بعذوا له وقالوا له تعالوا نتفاوض وتعالوا ان نحاول ان نحل مشكلة البلاد وما الى ذلك ومن جهة اخرى يتعاملون معه بهذه الطريقة التي شهدتم اضف الى هذا انا اقول لكم هذه رسالة هذه الاحزاب الاسلامية او التي لها سبغة اسلامية وتزعم انها اسلامية كل منهم من يدخل الانتخابات لراحة جاية هذه ويعلن ويقول ان ندخل الانتخابات فانا اقول له ستلعانه الامة الجزائرية لا سيما اذا قال بعد ذلك خدعونا وزوروا وداروا هذا لا ينفع هذا لا ينفع الشعب الجزائري بعد ذلك تتضح له الرؤية اكثر فاكثر ثم اقول لو كان فعلا هذا يريد ان يتفاوض اذا كانت حقيقة يعني مفاوضاتنا نقول للاخوة واللي راهم مشردين في العالم واللي عندهم ربما الشعب الجزائري يعرفهم ويحترمهم انا اقول لهم اياكم ان تتعاملوا مع المخابرات لا تثق في المخابرات يورطك يورطك مهما تكون لانك يتتعامل معاه تكون ضعيف امامه يتدرسك وممكن يعملك اشياء اللي انت لا تتصور ان هذا راهوا معهم وبعد ذلك ينقلب عليك فبالتالي انا نقول للاخوان نهار يتفاوضوا مع الشيخ علي بالحاج الداخل احنا سهلين اتفاوضوا مع الشيخ علي بعد ما كاش مشكلة احنا اللي رانا برة اما وانهم يقمعون الشيخ علي بالحاج كل اسبوع اعتقال الشيخ علي بالحاج وحتى لا تسمع هذا هتف الجرائد لا توجد جريدة تتكلم ان اعتقل بالحاج يعني هكذا ولكن اذا كان مغني او مغنية او لا ادري ثقافة وهذه الاشياء وكرة القادم واللعبين واللعبات والممثلين والممثلات دائما الجرائد مملوعة ولذلك نقولكم ما تفاوضوا معاهم ما تعملوا معاهم نبقى وهكذا نعارضوا حتى ماذا يحدث الله عز وجل امره نقطة تتعلق بفرنسا فرنسا يعني ارتكبت حماقة لانها تعلم جيدا ان مراد هنا بريء من هذا التهمة ولكن لماذا اعتقلته هي اولا لم تستوعب درس تونس وهناك جناح استعصالي كذلك في الحكم الفرنسي يقف مع النظام الجزائري او ان شئت قل يعني مع حزب فرنسا او قل مع ابناء فرنسا الذين يحكمون البلاد يعني لبى رغبة ابنائه في الجزائر واعتقل الاخمرات ومنها رسالة لرشاد يعني لا تقوم بمظاهرات هنا في فرنسا لان فرنسا النافذة التي ينظر منها النظام الجزائري الى العالم وانا اقول يعني حركة رشاد كانت ذكية جدا حينما قامت بمظاهرة في فرنسا لان فرنسا يعني جل الجالية الجزائرية كلها موجودة في فرنسا وكبيرة جدا بحكم انها قريبة من الجزائر ثانيا ان النظام الجزائري يتنفس ولا ينظر الى العالم الا عن طريق فرنسا فبالتالي فرنسا تريد ان تقول يعني بهذا الرسالة ممكن اي شخص يعتقل يعني هذه الرسالة لهؤلاء كذلك اعتقد ان هذه النقطة ان فرنسا لم تستوعب قتلت منا اكثر من سبع ملايين ونص من الشعب الجزائري سجانت واعتقلت وقتلت وشردت والامة الجزائرية اخرجتها مدحورة من الجزائر لو لا هؤلاء ابناؤها الذين استولوا على الحكم وسكوت الخبثاء الذين باعوا خانوا الامانة وباعوها وتركوا هذا الاذيال وهذا الاذناب لفرنسا يفعل بالشعب الجزائري ما لم تفعله فرنسا من قبل فك الله اصر اخونا مراد واصر جميع المأسورين اينما كانوا بارك الله فيكم جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته